ما زالت تونس تعيش تداعيات الإعصار والأمطار الغزيرة التي هطلت في الشمال الشرقي من البلاد فأصبحت ولاية نابل تعيش كارثة بسبب السيول الجارفة بي بي سي تجولت في مركز نابل وصورت ما خلفته تلك الفيضانات أضرار كبيرة بالبنية التحتية الطرق الجسور أيضا تضرر نحو 25 ألف منزل توفي ستة أشخاص حتى الآن بينهم طفلتان الفيضانات سببتها الأمطار بين 200 و300 ميلي متر يعني خلال يومين فقط هطل ما يعادل نصف المعدل السنوي من الأمطار حسب وزارة الفلاحة والموارد المائية المهندس الأول من معهد الوطني للرصد الجوية عبد الرزاق الرحال صرح لإذاعة ماد المحلية بعد تلك الفيضانات وقال هنيئا لمن توفى له شكون في الفيضانات هذه خطر الغريق وشهيد إن شاء الله شاء الله نحسدهم من الشهداء والله هنيئا لهم هنيئا لهم خطر الوالد في والد النوارتين في الجماطي أقول له هنيئا لك هنيئا لك عندك إن شاء الله ذوز حريات في الجنة هنيئا لك هنيئا للشيخ الكفكيف هنيئا لضربته الصعق هنيئا لفونت وفا وهذه هي الحياة هنيئا لهم والله أنا ثمانية تراني في بلاستو لطف سي عبد الرزاق شون ثمانية تراني في بلاستو تخسر أولاد من أولاد كيف يضاني نحسدهم من الشهداء والله نحسدهم من الشهداء ربي سبحانه وتعالى أراد ذلك يقول هنيئا لمن فقد أحد أقاربه في الفيضانات لأن الغريق الشهيد ووالد الفتاتين سيكون له حريتين في الجنة البعض اعتبر هذا استفزازا لشعور أهالي الضحايا منهم لبنى دهابي تقول هي اسمها كارثة طبيعية يعني تهنئة مهيش في بلاستها ناس ماتت غرقا أكيد ربي يرحمهم لكن تهنئة في مصاب جلل خانك التعبير في رأس أسعد يقول تو نمشي لدار مية قلهم مبروك ولدكم ولا بنتكم شهداء الله يبارك فيك زغرته وزي من البكاء حسبنا الله ونعم الوكيل لا جدل أمور يقول إنه منطق التخلف والهلوسة والتدعوش المفروض ألا يصدر مثل هذا الكلام عن رجل علم وعن مسؤول محمد سليم يقول الفكرة صحيحة ما التعبير والتفسير في واد آخر كان الأجدر تكلم في علمه اللي هو أصلا ما فلحش فيه واكتفى بتعزية عادية معهد الرصد الجوي يتبع لوزارة النقل التي استنكرت تصريحات عبد الرزاق وقالت تلزم هذه التصريحات المعنية بالأمر شخصيا ولا تلزم الوزارة والمعهد الوطنية للرصد الجوي وأيضا قالت وبالنظر لهذا الخطأ الجسيم للمعنية بالأمر فقد تم إيقافه فوريا عن العمل في انتظار اتخاذ الإجراءات التأدبية اللازمة بعد استكمال البحث الجاري في الغرض بينما نقابة المهندسين الوطنيين التونسيين أصدرت بيانة انتقدت فيه قرار وزارة النقل وقالت نعتبر ما صرح به الزميل هو عن حسنينية ولا يمكن أن يراد به السوء لأهالي ضحايا الفيضانات الأخيرة التي جدت بولاية نابل ندينه بشدة قرار إيقافه عن العمل والذي نعتبره تعسفيا جائرا وبدون سند فعليا وقانونيا لذلك ترجمة نانسي قنقر